بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ درسنا اليوم في مكون التراكيب الموجود في الصفحة 195 من الكتاب المدرسي إذا نترك عنوانه إلى أن نكتشفه إذا نخده معي الكتب وألاحظ الأمثلة إذا نبدأ بألاحظه سوف أقرأ الجمال أحب أن أشارك في الرحلة قال علي قال علي لن أتناول الفطورة في هذا المكان إذا لاحظوا الكلمتين المكتوبتين باللون الأحمر إذا أحب أن أشارك في الرحلة قال علي لن أتناول إذا الكلمة هي أن أشارك لن أتناول إذا ما نوع هذين الكلمتين نعم هي أفعال أشارك أتناول إذا هي أفعال وما زمن هذه الأفعال ما زمن كل فعل منهما إذا أشارك أتناول إذا زمن كل فعل منهما هو المضارع هذه الأفعال في زمن المضارع أشارك أتناول إذا تعرفنا في الدروس السابقة عن الفعل المضارع كيف يكون الفعل المضارع إذا يكون الفعل المضارع مرفوعا إذا لاحظوا معي هذين الفعلين كيف جاء آخر الفعلين أشارك أتناول إذا جاء منصوبا جاء آخر الفعل أشارك وأتناول منصوبا يعني في آخره فتحة فتحة يعني منصوبا لاحظوا حرف الكاف فوقه فتحة وحرف اللام في أتناول فوقه فتحة يعني أواخر هذه الكلمة جاء منصوبا منصوبا إذا لاحظوا معي الجدول حرف نصف فعل مضارع منصوب إذا قلنا أن الفعل مضارع يكون مرفوعا ولكن هنا جاء منصوبا لماذا؟ إذا لأن دخلت عليه حرف نصف دخل عليه حرف نصف في الجملة الأولى أو الفعل الأول دخل عليه أن والفعل الثاني دخلت عليه أن إذا أصبح أحب أن أشارك لن أتناول لن أتناول إذا لاحظوا أعزاء التلاميذ عند دخول أداة النصف أو عند اتصال أداة النصف الفعل فإنها تنصبه فإنها تنصب الفعل المضارع قلنا أن الفعل المضارع عادة يكون مرفوعا ولكن هنا جاء منصوبا يعني آخره فتحة لدخول حرف النصف عليه لدخول حرف النصف عليه إذا أن أشارك لن أتناول إذا لاحظوا ماذا نستنتج نستنتج أنه ينصب الفعل المضارع إذا أصبقته أداة من أدوات النصف من أدوات النصف المضارع أولا إذا سوف نتم شرح الدرس وبعض التمارين التطبيقية لهذا الدرس إن شاء الله في حصص المدرجة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة